السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ممكن اننا نفعل الربح على الصفحة دينا في الفيسبوك؟ خطوة بخطوة يعني نبدأ في البداية بحساب العوائد يعني كيف سنصابه الحساب العوائد ونربطه بالحساب البنكي ونقدم الصفحة دينا للمراجعة هذا هو اللي سوف نرى في هذا الفيديو هذا كيف ما كتلاحظوا معايا يعني بعد ما كندخلوا لهات الصفحة هادية كيف ما كتلاحظوا كنختاروا يعني الصفحة اللي عندنا به هالغراض اللي غاد ينفعلوا عليها الربح وهي يعني هات الصفحة هادية بالضبط كنكليكيو عليها كنشوفوا كيف ما كتشوفوا هنا معايا كتلاحظوا معايا مطلوب تخذ إجراء الموافقة على البنود يعني وإعداد حساب العوائد كنكليكيو على إعداد وانا دا كتفتحنا هات الصفحة هادية كيف ما كتلاحظوا احنا بحد الدين يعني صفحة دينا هي اللي كتشوفوا هنا معايا وبتالي غانكليكيو على بدء الإعداد بعد ما كيتم يعني بعد ما كتفتحنا هات الصفحة هادية كتلاحظوا معايا قد تؤدي الأخطاء في تفاصيلك الشخصية إلى عدم أهليتك لاستلام المبالغ وهنا كيف ما كتشوفوا يعني الاسم الشخصي والعائلي تاريخ الزدياد وبلد الإقامة وبتالي كنكليكيو على شروط خدمة المناسبة المدفوعة يعني كنقبلوا الشروط ومنا من الأسفل كنديروا إرسال بعد ما كنديروا إرسال يعني كحولنا الصفحة وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا يأخذ أصدقوا إيعداد حساب العوائد كنكليكيو عليها هنا يعني إنشاء حساب عوائد جديد وبالتالي يعني هو الخيار اللي عندنا بدناك هو الخيار واحد آخر وك해 صدقوا عهم كيف لا تلاحظون هنا معي على التالي. هنا كنت نختار الدولة كما تلاحظون الولايات المتحدة الأمريكية. أنا كنت نختار الدولة اللي أنا فيها. كنت نختار الدولة اللي نحن مقيمين فيها. وأنا كنت نختار حساب فرضي. نوع الناشط تجاري فرضي. هنا كنت تطلب منك الإسم الأول. إسم الأب ما نديروش. نديرو اسم الشخصي لنا واسم العائلي. بعد ما دخلنا الاسم الشخصي والعائلي هنا عنوان نشاط يعني تجاري. هندخلو العنوان فيه نحن مقيمين يعني العنوان ديال الدر ديالنا. ديال المنزل ديالنا. ومن بعد كندخلو المدينة ديال إقامة ديالنا. نتقلو المقاطعة يعني كان كتبو يعني هنا المقاطعة. والرمز الباريدي. وكن نضيفوه رقم الهاتف ديالنا. طبيعة الحال الرقم ديال الهاتف يكون شغال. وما كان بدأوهش بره يعني. بدك ثلاثة الارقم ديال البلد. ومن هنا من الاسفل كنديرو تالي. من بعد كتفتحنا اننا نزيدو ندخلو يعني لتاريخ الازدياد ديالنا. وهنا كي يعني كندخلو عنوان ديال المنزل ديالنا كيف ما في البداية. وكن نضيفو عليها المدينة. ومن بعد كنضيفو يعني الجهة ولا المقاطعة. ومن هنا الرمز الباريدي ديال المدينة ولا يعني الجهة ولا المكان في نسكنين حنايا. كننزلوه هنا كنضيفو عنوان البارد الإلكتروني. يعني اي عنوان يعني مشي بالضروري العنوان ديال الفيسبوك ديالنا. اي عنوان يكون شغال وكي يستقبل يعني المساج. وهنا بعد ملء هات الصفحة هادية يعني كننزلو هنا الاسفل وكنديرو التالي. هنا كي يطلب منك تجي الخطوة التانية وهي الربط الحساب البنكي. هنا اسم صاحب الحساب يعني مشي بالضروري تكون انت اقليك كنر الحساب ديال الأب ديالك ولا الأم ديالك. يعني كيتكتب الاسم دياله هو. وهنا في الأسفل كنديرو الإيبن يعني الرقم الحساب البنكي. ملاحظة أنه في بعض الأحيان كي طلبو حتى البيك ولا سويفت كود. بالنسبة لمجموعة ديال الدول الأوروبية ما كي طلبو لهمش سويفت كود ولا البيك. يعني يكفي أنك تكتب الرقم البنكي لأنه هو كي يتضمن حتى سويفت. وبالتالي كنكتبه الرقم الحساب البنكي. وهنا الإشارة ممكن أنك تستالم العوائد ديالك ولا الأرباح ديالك على الفيسبوك حتى عن طريق البايبال. كما كنت لاحظة إحنا ضيفنا الرقم الحساب البنكي. وبالتالي كنكليكي على ربط الحساب البنكي. وبالتالي الحساب البنكي ديالك تربط لنا بحساب العوائد. وهنا كنت تفتح لك هذه الواجهة تحقق من المعلومات الضاربية. هنا للإشارة كنكليكي على تحقق من المعلومات الضاربية. وهذه طريقة جديدة يعني التحديد الجديد بدأت تتبنى بهالطريقة هذه. أما في البداية كانت يعني كنت نصوبه الملف الضاري بي كيف ما كانت تعرفه. وكان نصوبه على البيتصي ديالنا وكان نربطه يعني بحساب العوائد. هنا كنكتبه يعني كنجوبه على هذه الأسئلة اللي كانت تحل لنا. بأنني أنا غير موقم في الولايات المتحدة الأمريكية ولست بمواطن أمريكي. دائما يعني كان نزلعوت الأسفل وهنا كنكليكي على لا. كان ندوزه لهنا يعني كتشوف بأن المعلومات الشخصية حديالك يعني كتبقى تبالك هنا في هذه الميلة في هذا. ما عليك إلا تختار يعني تنزل لأسفل وكتختار يعني بعض المعلومات القليلة اللي كيتلبوها لك. هنا غادي نختاره يعني البلد ديالنا بلد الايقامة. أوكي وكن نزلو لهنا لأسفل وكي يطلب لك رقم التعريف الضاريبي غير الأمريكي لأنه أنت غير مواطن أمريكي. بالنسبة إلا كنتي في المغرب كتدير يعني الرقم ديال لا كارت ناسيونال. ولا كنتي في جزائر ولا كدالك في يعني في دول العربية. ولكن إلا كنتي في أوروبا كتدير كود في سكال ديالك. وهنا كنديره كنكليكي على التالي. وبالتالي كتبلك هنا المعلومات الضاريبية ديالك. لاحظ العنوان اللي كنتي دخلتي في الأول كل شي غيبال لك فات صفحها ديال. يعني كتشوف كل شي صحيح. وكتدير التالي. بعد ما كنكليكي على التالي كيبال لك يعني أضيف عنوانك البريدي ولكن إليك عندك يعني نفس العنوان ككليكي على التالي. وهنا كيطلب منك البلد يعني إعادة إدخال البلد. طبيعة الحل بلد لإقامة الضاريبية. وهنا من الأسفل كنكتبه التالي. وبالتالي هنا الموافقة والتوقيع علمي لف الضاريبي. هنا كنديره الموافقة وهنا كنكتبه الاسم ديالنا العائلي والشخصي. وللإشارة يعني خصك تكتب الاسم الشخصي في البداية. هنا كنكتبه التالي. هنا كيخرج لك المطبوع الضاريبي كيف ما كتشوفه يعني جاهز. كتشوف المعلومات اللي مكتوبة فيه كتقرها يعني كلها. كيف ما لاحظتوا معي هذا هو الميلة في الضاريبي اللي كنا ملئنا في الأسبوع اللي فات. كيف ما كتشوفوا يعني الميلة في الضاريبي الآن يعني في التحديد الجديد كي بنى مباشرة. يعني مع تقديم الحساب ديالنا. ولا في تقديم يعني الصفحة ديالنا للمراجعة. وبتالي كنكليكو من الأسفل. وهنا كتبنا نتيجة نهائية يعني ديال الضاريب. الميلة في الضاريبي. وبتالي كنكليكو على هذا العالم الزرقاء الدون. وكيف ما كتلاحظو هنا يا تهانينا تم الإعداد بنجاح لاستضافة مناسبات مدفوعة على الانترنت. يعني قدمنا صفحة ديالنا للمراجعة. بعد ما كنديرو تحديد للصفحة هنا كيف ما كتلاحظو يعني تفعلات الميزة ديال المناسبات المدفوعة. وهنا بعد ما مشينا الحساب ديال العوائد ديالنا كيف ما كتلاحظو كنلقاو. إعدادات الحساب كنكليكو على إعدادات الحساب. وهنا كننزلو يعني كما كتلاحظو كننزلو العوائد كنكليكو على العوائد. كنكليكو على الإعدادات كيبنى حساب العوائد ديالنا وطريقات تحصيل العوائد ولا تحصيل الأرباح. كلها يعني مملوقة. كما كتشوفوا هذه الإعدادات ديال حساب ديال العوائد تم قبول حساب البنكي وقبول يعني الميلف الضريبي وبالتالي كانت هذه هي الطريقة لتفعيل الربح على الصفحة ديال الفيسبوك حسب آخر التحديث اللي عنده شي اشكالية ولا عنده شي مشكل فى صفحة ديال فممكن أنه يخليه لنا على category زاد المعرفة السليمة على الفيسبوك ولا على القناة ديال زاد المعرفة السليمة على اليوتيوب وممكن أنكم يعني تستعملوا الرقم الاخضر اللي كين في اللمحة ديال القناة اللي أول مرة يدخر القناة ديالنا وما زالنا مسجلش معنا وعجبته المحتوى ديال القناة ديالنا ولا ديال صفحة ديالنا عالفايس بوك سجل معنا خلينا اللايكات طبيعة الحال احنا غد نوصله في رفع فيديوهات اللي كتعلقوا بالربح من اليوتوب ومن الفيسبوك وكل الآليات والوسائل اللي كتحتاج لهذا المجال هذا غدتلقها في هذا القناة هذه شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله